بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم نرحب بجميع الطلاب والطالبات أجمع ترحيب ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات من سورة النساء نأخذ أهداف الدرس من هداف الدرس أولا طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وذلك بيطلب المسلم أو المسلمة في قراءة كلام الله عز وجل الأجر من الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة وأيضا تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبرد وخشوع كذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل وأيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم الاستعاذة في أول القراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك من آداب تلاوة القرآن الكريم البسملة وتكون بسملة في أوالي السور كما أنها تجوز كذلك في وسط السور وأيضا من الآداب تحسين الصوت به والقراءة بتدبرد وخشوع والتسبيح عند آية التنزيه وأيضا من آداب تلاوة القرآن الكريم سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة وكذلك الاستعاذ بالله عند آية الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات من سورة النساء نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابعة مع الشيخ محمد أيوب رحمه الله تعالى ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا بعد قراءة الآيات نأخذوا إياكم بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل ولو أن كتبنا عليهم أن يقتلوا ما هو الخطأ يقع هنا؟ في ضم النون يقول أن يقتلوا النون هنا مكسورة أن يقتلوا كذلك الذي بعدها في قول الله عز وجل أو يخرجوا ينتبه إليها بعضهم يعني ضم الواو يعني الواو مكسورة أوي يقول أو خرجوا فينتبه إلى هذه الكلمات كذلك في قول الله عز وجل ما فعله إلا قليل منهم طبعا يقول إلا قليلا يعني كثير في القرآن الكريم أو هنا بالضم إلا قليل منهم إلا قليل منهم كذلك في قول الله عز وجل وَمِنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ فَأُولَئِكَ بَعَ الَّذِينَ نَعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ هذا البعض يعني شق على قراءتها هنا الدال مشددة وَالصِّدِّيقِينَ وَالصِّدِّيقِينَ كذلك من الكلمات التي يمكن أن يقفها الخطأ في قول الله عز وجل وَإِنَّ مِنْكُمْ كيف تقرأ؟ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا يمكنني شق على قراءة الماضي يقول لَيُبَطْءٌ أَلَوْ يَقْرَهَ بِيَا الْضَمِّ الطَّاعِ هنا وَاللَا وَإِنَّ مِنْكُمْ القراءة الصحيحة وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئًا هكذا قراءتها كذلك من الكلمات التي يمكن أن يقفها الخطأ في قول الله عز وجل وَلِذَا أَصَبَكُمْ فَضْرُ مِنْ اللَّهِ لَا يَقُوْ لَنْ يَنْتُبَى إِلَيْهَا يَقْرَهُ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ هنا مفتوحة لَا يَقُولَنَّكَ أَلَّمْ كذلك في قول الله عز وجل وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ هنا البعض يعني يضم الباء أو يضم الباء مع الفاء طبعا في قراءة رواية أخرى لكن حفص عن عاصم ينتبه إليها ينتبه إلى ذلك بأن الباء هنا لابد فصلها من الفاء أو يغلب فسوف لأن الباء طبعا هم قلقلة لكن ينتبه إلى أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما كذلك من الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ هنا والولدان قد يخطر بعضه والوالدان هنا هنا مكسورة والولدان والنساء والولدان كذلك من الكلمات التي يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل قل الذي كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت تلاحظوا هنا معي هنا ألف بعد الطاء وكتابتها الإملاء غير ذلك لكن هذا الرسم العثماني لا يجب مخالفته يقاتلون في سبيل الطاغوت في سبيل الطاغوت كذلك من الكلمات التي يمكن أن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ هنا الصلاة تلاحظوا هنا كيف تكون كتابتها هنا الإملاء تختلف عن كتابة الرسم العثماني وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ تلاحظوا هنا هنا يعني الواو فوق ألف وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ كَذَكُوا وَآتُوا الزَّكَاةَ ينتبه لذلك كذلك من الكلمات التي يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل فَلَمَّا كُتِبَ كيف تقرأ؟ عَلَيْهِمُ الْقِتَالِ وشه الخطأ يقع هنا؟ ضُمَّ الْهَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهُمُ القِتْلَةَ لا الها مكسورة طبعاً رواية أخرى غير حفص عن حفص عن عاصم يقرأ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القِتْةَ الْهَا بِكَسْرَ الْهَا عليه مكسر الْهَا كذلك من الكرمات التي يمكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل أو أشد كيف تقرأ؟ أو أشد خشية بعض البطل لا بطل بعدين ضم الدال أو أشد خشية الدال مفتوحة وكذلك مشدد أو أشد خشية كذلك من الكلمات التي ممكن نقع فيها الخطأ في قوله عز وجل أينما تكون أينما تكون يدرككم الموت وشو الخطأ يقع هنا يعني يجد هنا كاف كم كاف إثنتان فكيف يقرأها يدركهم لا يدركهم الكاف الأولى أضغبت في الثانية الكاف الأولى أضغبت في الثانية أضغبت في الثانية فقراءتها أينما تكونوا يدرككم يدرك الدال هنا مقعلقة طبعا فهنا يدرككم الموت كذلك ينتبه إلى في قول تكونوا بعض المعيدة عندما هي ربما أن يقصر الواو ويمد حركتين أو أنه يمد أكثر فأينما تكونوا يدرككم تكونوا يدرككم ينتبه إلى ذلك كذلك من الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ في قول الله عز وجل فما لهؤلاء القوم فما لهذا يعني ربما يقره بخطأ فهنا الوقوف عليها وقفة طرار فما لا متصلة فما لهؤلاء القوم كذلك هذه بعض الكلمات التي ممكن يقع فيها الخطأ نأتي بعد ذلك بعض أحكام التجويد نأخذ بعض أحكام التجويد في قول الله عز وجل ولو أنا كتبنا عليهم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا طيب لا هذا الحكم لو سألناك منع هذا الحكم ميم ساكنة يتبع عنها الهمزة من أحكام من أحكام الميم الساكنة نأخذه الميم الساكنة بعد الهمزة والهمزة من حروف الإظهار الشفوي وإظهار الشفوي من أحكام الميم الساكنة كذلك من أحكام التجويد في قول الله عز وجل وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوْعَضُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ خَيْرًا لَهُمْ هنا تنوينة بعد اللام واللام من حروف الإدغام بغير غنة نقول بغير غنة بغير غنة خيرا لهم إدغام بغير غنة هو أيضا من الأحكام التجويد في قول الله عز وجل وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ هنا من أحكام النون الساكن والتنوين هنا نون ساكن أتى بعد الياء ولياء من حروف الإدغام بغنة وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولُ كذلك من أحكام التجويد في قول الله عز وجل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عندك يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا لو سألناكم ما نعهد المد من يستخرجنا نعهد المد يَا أَيُّهَا نقول مد منفصل لماذا؟ لأن الياء في كلمة والهمزة في كلمة أخرى يَا أَيُّهَا منفصل ويمد كم؟ مقدار أربعة وخمس وحكمه جواز المد لماذا قلنا جواز المد؟ لأنه يجد قصره في رواية حفص عن العاصم و هنا يجد قصره من رواية أخرى من رواية طيبة حفص من طريقة طيبة كذلك في قول الله عز وجل فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ فَانْفِرُوا كلمة فَانْفِرُوا ما نوحد الحكم نُسَاكِنَة بعد الفاء والفاء من حروف الإخفاء الحقيقي فَانْفِرُوا والإخفاء الحق قد يأتي في كلمة وقد يأتي في كلمة هناك في كلمة واحدة أتى في كلمة واحدة كذلك من أحكام التجويد في قول الله عز وجل وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ فإن أصابتكم ميم مع ميم هنا تلاحظوا ميم هنا ميم كم ميم هنا ميم الأولى ساكنة مثالة متحركة ميم ساكنة بعدها الميم والميم من حروف إدغام صغير أو إدغام متماثلين صغير وهذا إدغام من أحكام أي أحكام الميم الساكنة من أحكام الميم الساكنة كذلك معنا حكم آخر في قول الله عز وجل وَلَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ هنا ميم ساكنة يأتي بعد الفاء هذا الفاء من حروف الإظهار الشفوي وهذا ميم مع الفاء إظهار الشفوي وقد يكون شديدا مع الفاء لماذا شديدا مع الفاء والواو؟ تلاحظنا الميم والفاء مخرج واحد الشفتين ولهذا يقول من الجزر رحمه الله للشفتين للواو بأو بيمون ويقول الناظم رحمه الله وحذر لدى واو وفاء أن تختفي لماذا؟ ما هو سبب هذه الناظم؟ لقربها والاتحاد فعرفي وَلَإِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلُ مِنَ اللَّهِ كذلك من أحكام التجويد في قول الله عز وجل بينكم كنت معهم كلمة كنت 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 معهم من أحكام النون الساكن والتنوين النون الساكن النون الساكن والتا من حروف الإخفاء الحقيقية كذلك آخر حكم معنا في قول الله عز وجل والمستضعفين من الرجال والنساء كلمة والنساء من عد المد في قوله النساء نقول مد متصل لماذا؟ لأن الهمزة المد في كلمة واحدة نساء كلمة لأن الهمزة المد في كلمة واحدة كذلك حكم آخر في هذه الآيات وهي آخر الآيات التي نخذها أحكام التجويد في قول الله عز وجل واجعل لنا من لدنك من لدنك من لدنك من ساكنة بعد الكاف والكاف من حروف الإخفاء الحقيقي من لدنك وهذا كلمة لدنك كلمة واحدة وهذا الإخفاء الحقيقية قد يأتي في كلمة وقد يأتي في كلمة هناك في كلمة واحدة من لدنك وليا وهكذا نتهينا وإياكم الآيات من سورة النساء ونؤكد على الطلاب والطالبات تلاوة الآية تلاوة صحيحة وذلك باستعالة من المصحة مرتلة ومتابعتها حتى بإذن الله تكون تلاوة خالة من الأخطاء وفي الختام نشكركم على حسن استماعكم إلى دس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته